إحنا لما الناس بتحاول تعمل مفاوضات أنا لما يكون ليه أسرة عند طرف آخر فأنا يعني بأقبل المفاوضات عشان على الأقل أجيب الأسرة بتوعي إنما ما فيش حتى قبول للمفاوضات وتم قتل عدد من الأسرة بنيران إسرائيل نفسها فاللي بيحدث ظاهرة يعني لم تحدث في التاريخ يعني ما هي حدثت في التاريخ بهذا في إبادات كثيرة حصلت في التاريخ إنما إحنا كناش لم نكن نتوقع أبدا إنه المنظومة المعاصرة من النظام العالمي المعاصر اللي هي المنظومة الحديثة التي تدعو للأخلاق والتي تدعو للمبادئ الثامية والتي تعوي للتعددية والحوار والتسامح إنه هذه المنظومة لا يكون فيها هذا النوع من التجريف ولا يكون فيها هذا النوع من القتل ولا يكون فيها هذا النوع من اللي به ذكرنا إحنا ممكن بقى يذكرنا بالقتل اللي كان بيعمله الإسكندر الأكبر مثلا يعني أنه يدخل على قرية كده يبيدها أو اللي كان بيعمله بعض الناس اللي كانوا بيعمله يعني اللي في الإمبراطوريات اللي كانت بتغزو دول أخرى فكانت بتعمل قتل وتعمل إبادة يعني بيرجعنا كمان إلى ما قبل النظام الحديث يعني بيرجعنا إلى عهد اللي كان فيه شكل من أشكال البربرية أو شكل من أشكال القتل اللي هو ليس فيه رحمه حضرتك قلت أن هي يعني إبادة أو تجريف آه طبعا يعني استخدمت كلمة التجريف دي بديل عن كلمة الإبادة يعني بديل عن كلمة الإبادة لكن ما يخدص فعلا أنه عملية إبادة لأنه التجريف كمان بيشمل ليس البشر فقط وإنما بيشمل أيضا المكان هو بيشين المكان كله من مكانه وبعدين المكان لا يميز فيه بين مكان للسكان ومكان للجنود ومكان للخدمات بيضرب المستشفيات وبيضرب المدارس وبيضرب المباني وبيضرب بحثا عن عدد من الناس البليشيات اللي هما أصلا مش محدش شايفهم هما فين ولا ومعروفين هما يعني عندهم نظام لل يعني في الأنفاق وكده هو يعني نفسه يكتشفه يعني فاللي بيحدث غريب وكشف العالم هو ده اللي احنا يجب أن نحن نركز عليه كشف أن العالم الذي نعيش فيه ليس ليس هذا العالم العادل وكمان المفروض حين يعني إذا كان ده بيحدث فأنا أظن أن هما يعني يجب عليهم على الناس ده المجتمع الأمريكي مثلا الناس الحكومات الأمريكية والحكومات في المجتمعات الانقربية يعني تتوقف عن الحديث عن حقوق الإنسان صحيح يعني وتتوقف عن الحديث عن المسواة وتتوقف عن الحديث عن العدل